يلعب نظام الاسد بورقة المعتقلين مجددا ضمن جهوده لاعادة تعويمه على الساحة الدولية من خلال الافراج عن بعض المعتقلين في سجونه تقرير للشبكة السورية لحقوق الانسان كشف عن خفايا تدور حول المراسيم التي يصدرها رئيس النظام بشار ومنها ان النظام افرج عن 81 معتقلا بينهم نساء من سجونه منذ الانتخابات الرئاسية في ايار الماضي الا انه اعتقل 176 شخصا اخرين بشكل تعسفي وزجهم في سجونه اضافة لاحتفاظه بقرابة 131 الف معتقل منذ انطلاق الثورة السورية وفق التقرير الشبكة قالت ايضا ان النظام افتعل ضجة اعلامية مقصودة ضمن ما اسمه بالعفو الرئاسي خلال الانتخابات لكنه واصل سياسة الاعتقالات والملاحقات الامنية لاسباب سياسية تتعلق بحرية التعبير تقرير الشبكة تطرق الى عمليات الابتزاز المالي التي تقوم بها شبكات من ضباط وعناصر وقضاة ومحامين وسماسر تابعين لنظام الاسد لسحب الاموال من ذوي المعتقلين والمغيبين قسرا في سجون النظام مقابل وعود مقدمة للأهالي بادراج اسماء ابنائهم ضمن العفو المزعوم بحسب الشبكة تقول الشبكة ان تقريرها استند على التواصل المباشر مع اهالي المعتقلين والمعتقلين المفرج عنهم بالاضافة لاشخاص ما زالوا قيد الاعتقال في سجون حماء وحمص وعدراء والسويداء الشبكة اعتبرت ان مراسم العفو التي يصدرها نظام الاسد هي عبارة عن خداع وتضليل وتهدف الى اطلاق سراح المجرمين وابقاء المعتقلين في السجون وانه تكتيك مقصود من قبل النظام لتضليل الرأي العام